في كلام كتير طلع انه الزمالك بيفكر في محمد الشيبي هو حقيقة الزمالك بيفكر في محمد الشيبي محمد الشيبي برضو بحسب وسطاء يعني بيقول انه ما عندوش مانع لو الزمالك فوت بيرامدز على ضمه انه ينتقل لنادي الزمالك حتى لو خد بالمناسبة راتب اقل من اللي بياخده في نادي بيرامدز طيب الزمالك مش قادر يتحرك في هذه الصفقة بشكل رسمي بسبب ازمة القيد القائمة والحكم المنتظر بشأن مستحقات جيمي باتشيكو اللي ممكن يحصل فيه اقاف اخر لنادي الزمالك فالزمالك مش قادر يتحرك بشكل في جدية بالنسبة للشيبي وان كان الزمالك مهتم جدا بالشيبي والشيبي مهتم كمان انه يروح لنادي الزمالك طبعا من خلال نادي بيرامدز لانه مرتبط مازال بعقد مع نادي بيرامدز هم عندهم اولوية الزمالك في الفترة الحالية انه يدعموا طبعا يرفعوا كفر كدل لو حصل ويدعموا المراكز اللي طلبها المدرب جوزي جوميز ده فيما يخص تفكير الزمالك في الشيبي احنا لسا مكملين مع حضراتكم كلام كتير في الكرة مع محمد جمال ومحمود شاكر بعد هذا الفاصل حليكم حليكم